صباحا رياضة نبدأ من المغرب أمسية الأربع خدمة الرجاء وبعثت التنفس على نقب البطولة المغربية الاحترافية إنوي من جديد بعد أن كانت المؤشرات تشير إلى إمكانية قطع الويداد البيضاوي لشوض كبير في الطريق نحو استعادة درع الدوري فاجأ أفريق نهضة زمامر الذي يحتل المركز الأخير الجميع وفرض التعادل السلبي على رفقاء أيوبا الكعبي سيطرة الويداد والمحاولات التي ساغها خط هجومه لم تفد في شيء أمام صلبة دفاع زمامر الذي أدف نقطة جديدة ثمينة ضف لفوزه الجولة الماضية على الدفاع الحسن الجديد هذا التعادل كان له وقع السحر على مسامع لعبي فريق الرجاء البيضاوي مع عودة مالونغ وعدت النجاعة لخط الهجوم التونسي لسعاد الشابي لم يترك الفرصة تمضي من أجل تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط على ملعب اتحاد تنجا افتتح مالونغ أهدف الرجاء مبكرا قبل أن يختمها مع بداية الشوط الثاني موقعا هدفه الثلاث عشر هذا الموسم بين الهدفين سجل سوفيا الرحيم بصمته على المباراة تراجع أظهر ثقة كبيرة قبل خوض ذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالي الأفريقي أمام بيراميد المصري الأحد المقبلة في أخبار الدولين المغاربيين أعلن المدفع الجزائري عيسى ماندي مع أفريقي السابق بيتيس ليختار البقاء في الملاعب الإسبانية التي تألق فيها خلال السنوات الأخيرة علاقة بأخبار كرة القدم الإفريقية عملية سحب قرعة كأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون ستجرى في النصف الأول من شهر غشت المقبلة تأكيد جاء على لسان الأمين العام للكنفدرالي الأفريقية على هامش زيارة قم بها إلى الكاميرون التي تنظم البطولة مطلع العام المقبل هذا وكانت تاريخ الأول للقرعة والخامس والعشرين من يونيو قبل أن يقرر الكاف تأجيلها إلى غشت المقبلة أوروبياً إيطاليا تصبح أول منتخب يتأهل إلى الدور الثاني خلال بطولة يورو 2020 بعد فوزها على منتخب سويسرا بثلاثة أهداف دون رد الفوز الثاني للأدزوري جاء بفضل تألق ماتيو لوكاتيليا الذي سجل ثنائية أمس قبل أن يضيف سيرو إيموبيلي الهدف الثالث إيطاليا رفعت رسيدها إلى ستين نقاط في صدارة المجموعة الأولى التي شهدت فوزاً مقنعاً بالنسبة للمنتخب الويلزي على تركيا بهدفين دونرات غارث بيل أدع ركلة جزاء ببشاعة لكنه عوضها بصناعته لهدفين أربع نقاط تضع ويلز على أتاب المرور إلى الدوري الثاني بينما تركيا تعيش على حافة الإقصاء اليوم أوكرانيا تواجه مقدوني الشمالية الدنمارك تستضم ببلجيك القوية وهولندا أمام النمسا هذه الأخيرة ترعب دون مهاجمها ماركو أرنتوفيتش الموقوف لمباراة واحدة في أخبار الأندياري المادريد يعلن رحيل قائده سيرخيو راموس بعد أكثر من 15 عاماً قداها راموس بزي الريال تواجه خلالها بكل الألقاب الممكنة يغادر من الباب الخلفي بعد خلاف حول تجديد عقده بينه وبين إدارة الفريق الملكي راموس تواجه مع الريال بمسابقة دور أبطال أوروبا أربع مرات كما رفع لقب الليجا في خمس مناسبات ليضع اسمه بين أفضل مدفعي النادي على مر التاريخ نتحول إلى الحديث عن باقي الرياضات رياضة الغولف بداية وبطولة أمريكا المفتوحة التي تنطلق اليوم بسان دياغو الأمريكية وتتواصل حتى الأحد الأمريكي بريسن دوشان بوحا من لقب النسخة العام الماضي يقود التنافس على ثالث أكبر بطولات الجرانشلام تصل جوائزها إلى 12 مليون دولار ونس كثيرة هي الأسماء المرشحة للعب الأدوار الأولى منها الإسباني الرام الذي انسحب مكرها من بطولة ميماريال تورنومنت قبل أسبوعين بسبب فيروس كورونا يعويل على تسجيل ظهور ملفت بطولة قد تكون مناسبة لعودة المصنف الأول عالميا داستان جونسون بعد أن فقد لقبه في أغسطا وفشل في تجاوز الكوت في بطولة البي جي اي جامبيون جيبا ونختم بالحديث عن كورة المدرب وبطولة ألمانية التي شهدت أمس خروج سويسري روجل فيدرير من الدورة الثانية بعد خسرته أمام الكندي فليكس إلياسيم بمجموعتين لواحدة هذا الخروج المخيب لفيدرير من بطولة توجبها عشر مرات من قبل يأتي قبل أيام قليلة من انتلاق بطولة ويمبلدون ثالث بطولة الجرانشلامة التي تنطلق في الثامن والعشرين من هذا الشهر بهذا مستمعين الكرام نصل لختام هذا العدد من صباح الرياضة إلى موعد رياضي